احتضنت قاعة المدولة للمجلس الشعبي الولائي بولاية أم البواقي فعاليات اليوم الدراسي حول العلاقة بين التعليم والتكوين المهنيين والشركة الاقتصادي تحت شعار التكوين المهني والشاركة الاقتصادية أثق وعدة حيث أشرف السيد عمر تهراوي الأمين العام للولاية السيد محمد سبسيس رئيس المجلس الشعبي الولائي وكذا المدير الولائي للتعليم والتكوين المهنيين على فعاليات هذا اليوم الدراسي والذي يهدف إلى تطوير وتثمين العلاقة بين قطاع التكوين والتعليم المهنيين وكذا الشركة الاقتصادي لأجل تحقيق المعادلة المتمثلة في التكوين من أجل الشغل نسج علاقة مع المحيط الاقتصادي وهو الوعاء نحن المتخرجين في الإدماج في علم الشغل وكذلك لتكوين المستخدمين هذه المؤسسة في إطار التكوين المتواصل نحن أتبعت هنا من خلال هذا اليوم الدراسي وهذا كانت كلمة السيد والولاية بإعطاء الانتلاق في الأشغال هذا المتقى هذا عن طريق السيد العام للولاية ثلاثة كلمة لمدير التكوين والتعليم المهنيين لإخضاء تقليم القطاع ثم مدير التشغيل ليعطانا مؤشرات حقيقية في ولاية المواقع عند التشغيل خريجي قطاع التكوين والتعليم المهنيين سواء كانت في القطاع العام أو القطاع الخاصة وحتى في إنشاء مؤسسات مسغرة أو مشاريع خاصة بها ثم ثلاثة جلسات من كانت عندنا ثلاثة جلسات فيها جلسة الأولى هي بخصوص مساهمة قطاع التكوين والتعليم المهنيين في مرافقة المؤسسات الاقتصادية في تحديد احتياجاتها من التكوين بما فيها التكوين المتواصل أي تكوين مستخدميها الجلسة الثانية التي تجرى الآن هي تنسيق من أجل برمجة أكبر عدد دموك من مناصل التمهين والجلسة الثالثة هي المساهمة من أجل ضمان التكوين النووي وسهل الإدماج في علم الشغل هذه هي تقريبا محاور اليوم الدراسي هذا وأهدافه هي هدف رئيسي خاص بهذا اليوم هذا الي هو تطوير وتثمين العلاقة بين قطاع التكوين والتعليم المهنيين والشريك الاقتصادي كهدف رئيسي هذا وتثمين هاته العلاقة أسي كانت في الجلسة الأولى اللي هي معنونة بمرافقة المؤسسات الاقتصادية في إعداد احتياجاتها لتكوين وتكوين المهني وتكوين المتواصل خاصة يعني المؤسسات الاقتصادية بواب المؤسسات التكوينية مفتوحة لها باش ترافقها في إعداد مخططات التكوين خاصة للمداخلة تاعي كانت خاصة في إبراز مخطط التكوين ومرافقة المؤسسات الاقتصادية في إعداده بدءا من المرحلة الأولى اللي هي الإعداد التنفيذ والتقييم المؤسسات الاقتصادية في انفتاحها على التكوين المهني راح تربح كثيرا يعني هما دايما المؤسسات الاقتصادية راح ينظروا للفائدة تحم وشي المردود اللي راح يجيهم أكيد أي تكوين راح تكون المؤسسة الاقتصادية تربح منه وين ترفع الإنتاجية وين ترفع المعنويات الموظفين والعمال تحم وين يكون بإمكانها ترقيتهم وبالتالي راح تساهم في زيادة المدخول تحم وزيادة المدخول تحم راح يكون بينصير في تنمية المجتمع ككل هذه هي يعني المداخلة اللي كانت عندنا في الجلسة الاولى في هذا اليوم الدراسي الموصوم بتكوين المهني والعلاقة تكوين المهني بشركة الاقتصادية سعدي يكون قوية يرافق المؤسسة التكوينية خاصة في تنصيب المتربسين والمتمهنين وكقطاع التكوين المهني لدينا نمط التمهين هو نمط جد ومهم نقوم بتكوين المتربسين في المؤسسات ونقوم بتنصيبهم في مؤسسات اقتصادية لذا يجب أن يكون هناك قاعدة اقتصادية جدا ماتينة لاستوعاب الكمل هائل من قطاع تكون مهني خاصة في مناصب هذا وقد تم خلال فعاليات هذا اليوم الدراسي إبرام عدة اتفاقيات بين مدرية التكوين والتعليم المهنيين وكذا مجمع الإسمنت جيغا سيقوس مدرية الخدمات الجامعية أم البواقي الجزائرية للمياه وحدة أم البواقي التعاونية الفلاحية متعددة النشاطات للهضاب كما تخلل كذلك هذا اليوم عدة جلسات حول كيفية مرافقة المؤسسات الاقتصادية في تحديد احتياجاتها من التكوين بهدف برمجة أكبر عدد ممكن من مناصب التمهين وضمان تكوين يسهل الإدماج في عالم الشغل شمسة مقران مصطفى حناشي أعبد بومديم قناة الأوراس تيفي شكرا